نحن اليوم كل شاحنة تدخل معبر جابر من سوريا نفترض أنها تحمل مخدرات ما لم يثبت عكس ذلك هي الحقيقة الجالية لواقع ما يجري على حدود الأردن مع سوريا سواء عبر المركبات والشاحنات الداخلة من معبر نصيف في الجانب السوري أو عبر كامل الشريط الحدودي الذي لا يكاد يمر يوما دون التصدي لعمليات تهريب للمخدرات فيه تصريحات جديدة لوزير الداخلية الأردني مازل لفرايا تضاف لأخرى حكومية متزايدة في الآونة الأخيرة عن المخدرات التي تغزو عمان مؤكداً وبالأرقام أن العام الجاري شهد ارتفاعاً في قضايا المخدرات بنسبة 22% بواقع 16 ألف قضية فيما ازدادت تلك التي تخص الترويج والإتجار بنسبة 34% والتعاطي بنسبة 16% مشدداً على أن 80% من المخدرات المضبوطة في الأردن معدة للتصدير إلى الخارج وأغلبها ذاهبة باتجاه دول الخليج العربية في 2022-2023 عشر الشاحنات كانت قادمة من الخارج برخص بنمرة لدول الخليجية سعودية الإمارات الأخرية كان ذاهب باتجاه ترانزيت باتجاه دول الخليج العربي هذا غير السيارات اللي بتكون سورية أو أردنية رايح ترانزيت باتجاه الخليج العربي فأحنا خلينا نكون صريحين وواضحين أحد الوجهات الرئيسية للمخدرات اللي بتدخل من سوريا إلى الأردن بتكون تجاه الخليج العربي دول هذه حقيقة يعني تثبتها الأرقام تثبتها السيارات القاعدة وقلت لك هذه السيارات وشاحنات بنمر سعودية وإماراتية قادمة من السعودية متجهة لدول الخليج العربي كانت محملة بأكثر من مليون حبة كبتاجون على سيء المثال من المخدرات الأرقام والمعلومات الجديدة التي كشفها لفرايا تأتي عقب تأكيد الملك عبدالله الثاني أن أشخاصا داخل نظام أسد والإيرانيين ووكلاءهم هم المستفيدون والمسؤولون عن عمليات تهريب المخدرات وتشكيكه بقدرة أسد على السيطرة والتحكم بميليشياته والميليشيات الإيرانية فضلا عن تشديد وزير خارجيته أيمن الصفدي على أن تلك العمليات زادت بشكل كبير بعد محادثات تطبيع مع حكومة أسد وأنها لا تعد تهديدا للأردن فحسب بل لدول الخليج وغيرها من الدول العربية موضحا أنه من بين ثلاث محاولات تهريب من الحدود السورية الأردنية تنجح واحدة ما يظهر حجم الابتزاز الذي يمارسه أسد عمان والدول العربية وعدم التزامه بالوعود التي قطعها لهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر